بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته لازلنا نعيش مع أنوار وأسرار أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون نعيش اليوم مع اسم الله المتكبر ما معنى هذا الاسم المبارك وكيف نحيا مع هذا الاسم وكيف نحيا به في حياتنا وفي تعاملاتنا مع الخلق المتكبر هو الذي تعظم بربوبيته على جميع خلقه ما من ملك أو سلطان أو مسؤول إلا ويفنى ويموت لكن مولانا العلي هو الملك الذي لا يفنى هو الحي الذي لا يموت الله قل وَذَرِ الْوُجُودَ وَمَا حَوَى إِنْ كُنْتَ مُرْتَادًا بُلُوْغَ كَمَالِ فَالْكُلُّ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ عَدَمٌ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ قُلْتُ لِحَضَرَاتِكُمْ قَبْلَ ذَلِكْ ونحن ندندن حول اسم الله الجبار أن الجبار من أسماء الجلال ومن أسماء الجمال أما عن اسم الله المتكبر فهو من أسماء الجلال والكمال والهيبة والوقار يقول مولانا جل وعلا في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي وفي رواية قصمته ثم قذفته في النار لا تبارز ربك في كبريائه يقول جل وعلا في خواتيم صورة الجاثية فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا تتكبر وأنت تمشي على الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تتكبر ولن تبلغ الجبال طولا وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لما الكبر يا ابن آدم لما تتكبر على خلق الله وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة لا تتكبر على خلق الله تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكك الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع لا يتواضع إلا الخلص من عباد الله جل وعلا أما المتكبر الذي يتكبر على الخلق ويتطاول على عباد الله جل وعلا فهذا إنسان مريض عنده مرض قلبي أسأل الله أن يشفيه من مرضه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة ذات يوم يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال فقالوا يا رسول الله هل هذا من الكبر قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس ما معنى بطر الحق وغمط الناس بطر الحق وغمط الناس أي الازدراء للخلق أي احتقار الخلق لا تحتقر أحد لا تسخر من أحد لا تصغر أحدا فربما عند الله هو عظيم ربما هذا الإنسان لو رفع يديه وقال يا رب لاستجاب الله له رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالباب لو أقسم على الله لأبره الله أسأل الله جل وعلا أن يتجلى علينا وعليكم بأنوار وأسرار اسمه المتكبر وأن يجعلنا من عباده المتواضعين اللهم آمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته